السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلاب فن الأحياء طلاب الأستاذ أسامة شعبان في هذه الحصة حبايدي بدنا نتناول موضوع مهم جداً اللي هو نقل الدم أركز معي في هذه الحصة تمام؟ الآن نقل الدم أنت لما تنقل الدم تنتبه على شغلتين شو أمي هذول الشغلتين؟ تنتبه على نوع النقل أنت شو قاعد تنقل؟ هل هو نقل خلايا؟ أم نقل بلازمة؟ هذول الشغلتين اللي أنا كطالب لازم أنتبه عليهم قبل ما أبلش أحل تمام؟ الآن نقل الخلايا أم نقل بلازمة؟ كلمة نقل خلايا هي نفسها نقل دم أحياني بيحكوا عنها نقل دم في السؤال لبلازمة لازم يحكي لك نقل بلازمة نقل بلازمة أو نقل الجسام مضادة هاي مسميات كلها أو نقل هون إيش؟ مولدات ضد تمام؟ تمام طيب نرجع لشغلي هون نركز عليها أنه أنا إذا بدي أنقل خلايا يعني بدي أنقل مولدات ضد يعني نقل مولدات الضد من المتبرع أما إذا بدي أنقل بلازمة ما بكون فصلت الدم بدي أنقل نقل أجسام مضادة من بلازمة دم المتبرع لاحظ معاي كيف تختلف الآية عندك هون ليش؟ أنا بحكي لك ليش؟ لأنه إنت لما تأخذ الدم وتفصله كمان شوي رح تلاقي هون عندك إنت اللي هي الخلايا رح تلاقي إيش؟ هاي اللي هي خلايا الدم خلايا الدم يوجد على سطوحها إيش؟ مولدات الضد أي خلايا دم الحمراء نركز أما إذا بدي أنقل بلازمة ركز معاي في نقل بلازمة أنت قاعد بتنقل إيش؟ بتنقل أجسام مضادة أجسام مضادة ركز معاي هاي اللي هي إيش؟ هاي اللي هي سيدي الأجسام المضادة الأجسام المضادة ليش؟ لأنه هاي بلازمة الدم هاي بلازمة الدم وأنا بكون عندك الصفائح ما إلك فيها تمام؟ علم أنا لما أسحب دم من شخص بحطه في جهاز الطرد المركزي رح أفصله لخلايا وبلازمة بهمني هذا الكلام خلايا تحت وبلازمة فوق خلايا أفود خلايا على سطر حمولة دات الضد صح؟ والبلازمة فيها الأجسام المضادة فلما أجي أنقل كمان شوي أنقل خلايا بكون أخذت والقضد بعثتها لعند البلازمة لعند الأجسام المضادة يعني أنا هون لما أجي أنقل مثلا بدي أنقل الآن إيش؟ بدي أنقل الآن اللي هو خلايا عندي هون متبرع متبرع هون فيه عندي مستقبل وعندي هون مستقبل وركز معاي في الدعمال لك يا الآن ركز معاي في اللي بدنا نعمله الآن الله يرضى عليك تمام؟ تمام حلو الآن بدي آجي هون هاي متبرع هاي مستقبل حلو إذا كانت عملية النقل ها إذا كانت عملية النقل هي عبارة عن نقل بلازمة أو لا هاي غلا فيه ركز الآن عندي متبرع وعندي مستقبل ممكن أعمل نقل خلايا ممكن أعمل نقل بلازمة بإيش بدي أهتم عشان أقدر أحل السؤال كمان شوي ركز معا إذا جيت نقلت أنا خلايا معناته هون بدي أهتم في مولد الضد وهون بدي أهتم في نوع الجسم المضات أما إذا نقلت بلازمة بدي أشوف الشخص المتبرع إيش في عنده جسم مضات بدي أحمله وأبعثه لعين مولد الضد اللي عند المستقبل ركز في اللي عملتك إياه الآن ضروري جدا ضروري جدا اتركز في اللي عملناه الآن تمام حلو هيعملتك إياه على نظام جدول على نظام جدول ركز لي هون هاي 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 عشان ما تحكي لأستاذ أسامة قصر معي في إيش تمام يه ركز نييد نييد الكلام هاد مرة ثانية هان مخطط لتوضيح نوع نقل الدم حلو ركز هاي بطريقة فن الأحياء اللي وعدكو فيها فضل أسامة متبرع بالدم أسامة لما أخذنا الدم تابعه زي الصر قبل شوي فصلناه إذا بدي أتبرع في الخلايا اللي عند أسامة بدي أهتمها بدي أهتم في نوع مولد الضد اللي عنده أحمله لأني بأحمل خلايا دم حمراء نقل خلايا خلية على سطحها في عندك مولد الضد بيكون صاح إما A أو B أو D حلو بشيله وببعثه لعند الجسم المضاد لعند المستقبل هسا عند المستقبل كي أندي أجسام مضادة إما A أو B أو الجسم المضاد تبع إيش تبع ال D فصلت حلو فهاي المولد الضد إذا لقى الجسم مضاد يركب عليها يركب عليها هيك بصير تخفق بصير رفض دم رفض لهيقل الدم الآن هذا المخطط بوضيح هذا الكلام أما إذا نقل بلازمة بدي أخذ أجسام مضادة من المتبرأ أبعثها لأنه مولدات الضد اللي عند المستقبل فالجسم المضاد اللي هون لما يروح لهون إذا لقى مولد الضد يركب عليه شو بيسوي لأن تخفر اللي هو ينقل دم مرفوع لاحظ معاي هون شو بدي أكتب لك الآن لتجنب لتجنب حدوث الرفض المناعي أثناء نقل الدم شو يعني هذا الكلام؟ يعني كإني بحكي لنقل الدم أو البلازمة بشكل عام يعني كلايا أو بلازمة بشكل صحيح نفس الجملة نفس الجملة التمتيج عشان أنا أتجنب يحدث رفض مناعي عندي يعني عشان أنقل دم أو خلايا أو بلازمة بشكل صحيح شو الشرق؟ الشرق ها الشرق عندي شرق واحد بفن الأحياء شو الشرق ها؟ يجب ها هاي هاشتاج إليه يجب عدم اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد له كيف يعني؟ أعطيك مثال هالسا يعني إذا جماعت لي أنت مولد الضد زائد جسم مضاد ها هذا الكلام مرفوض مولد الضد مع الجسم المضاد بيصير رفض مناعي هذا الكلام مرفوض ها مرفوض وصلت فهمت هاي الجملة؟ تمام يعني عشان أنقل دم اللي لازم أضمن أنه مولدات الضد ما تجتمع مع أجسام مضادة من النوع نفسه مولد ضد ما يجتمع مع جسم مضاد مولد ضد ما يجتمع مع جسم مضاد مولد ضد ما يجتمع مع جسم مضاد ممتاز عشان هيك الطالب لازم يكون بيعرف شغله فصيلة الدم نرجع نعيدها فصيلة الدم إذا فصلت الدم كانت عندي أي موجب أو أ سالب وبي موجب أو ب سالب واحدة واحدة إججые بدي أعرف شوا عنده مولد الضد مولد الضد اللي عنده هذا شو مولد الضد اللي عند ل outstanding ل anticipated سميناه موجب لأنه عنده مولد الضد د سميناه بي موجب، لانه عنده مولد الضد بي ومولد الضد D رجلot M سالب لانه عنده بس مولد الضد بي بناءً عليه، شونه؟ الجسم الموضات لهذه الفصائل اللي عنده مولد الضد أ والمولد الضد دي رح يكون عنده بس جسم موضات B اللي عنده بس مولد الضد A رح يكون عنده جسم موضات بي ومنحكيو أولا نتجي làm جسم مضاد B متى إذا جبت له دم موجب عنده نقل خلايا دم موجبة له تمام تمام ال B موجب عنده مولد ضد B معناته رح يكون عنده جسم مضاد A ولأنه عنده D ما رح ينتج له أسام مضاد فاصلة الدم B سالك رح يكون عنده جسم مضاد لأيه وبنحكي يمكنه إنتاج جسم مضاد D متى عنده نقل خلايا دم موجبة له بصير ينتجها قبل كلام عمله سكرين وغروري جدا يلا عمله سكرين وهي جدول صار بدك يا جدول ها هايه جدول خليك على ال A وال B لحالهم أول اشي اعمل سكرينك ياب نيجي هسا نأخذ اللي هو بدنا نأخذ هسا فاصلة تدام مين ال A B موجبة وال A B سالكة وال O موجبة وال O سالكة شو عنده هون مولد V شو عنده جسم مضاد هون حطينا فاصيلة الدم فاصيلة الدم يا تعال دم A B موجب معناته عنده مولد ضد A مولد ضد B مولد ضد D دم A B سالب عنده بس مولد ضد A مولد ضد B دم O موجب عنده بس مولد ضد D دم O سالب نحكي لا يوجد مولد ضد ولا يستطيع إنتاجها ولا يستطيع إنتاجها حتى في مستقبل لأنه عنده مولدات ضد A و B و D فما رأي يتعرف عليها كمولدات ضد غريبة أما اللي عنده هون مولد ضد A و مولد ضد B ما رأي يكون عنده لا جسم A ولا جسم B نحكي لا يمتلك جسم أجسام مضادة من نوع A أو B لكنه لكنه قادر على إنتاج أجسام مضادة D متى عنده نقل دم موجب له ولا D طبعا هون بيقدر ينتج أجسام مضادة إيش اللي هي D هننزل هاي شوي عشان تصبط مع السورة هون نحط ال O موجب وهون ال O السالب يه O موجب عنده بس مولده ضد D O سالب نحكي لا يوجد مولدات ضد عسطوح الخلايا عنده يه هسا هذا ما عنده لا مولد ضد A ولا مولد ضد B رح يكون عنده إيش جسم مضاد جسم مضاد A زائد B كأجسام مضاد ال D بنحكي إيش ال O مينس عنده جسم مضاد A زائد جسم مضاد B وبنحكي إيش يمكنه إنتاج جسم مضاد عند نقل دم موجب له هيك إحنا كملنا له مين الجدول كملنا له الجدول تبعه تمام تعالوا حبايدي نناقش فكرة سؤال هم حوالي 8 أسئلة في السؤال بس عشان أطلعك فنان في هاذا الجزئية الآن هنا بدي أنقل دم بدي أنقل دم خلايا بدي أنقل من متبرع فصيلة دمه ايه موجب لمين عندي هنا ثمان فصائل أشوف مين بيزبط فيهم أنقله ومين ما بيزبط أنقله انت لما تيجي تحل السؤال لزيك شو حكيت لك تعمل أول شغلة آه حكيت لي يا أستاذ أسامة روح دور عنه عن نقل النقل نقل ايش خلايا هاي شو نقل خلايا يعني عند المتبرع باهتم في نوع مولد الضد وعند المستقبل راح أهتم في نوع الجسم المضاد نوع الجسم المضاد حين تعال على الأخ اللي هون مش هضر المتبرع شو دمه ايه موجب شو عنده مولدات الضد بكتب هون أنواع مولدات الضد على سطح خلية الدم الحمراء عنده مولد ضد ايش ا فاصلة د حلو الآن باجي هون شو عنده أجسام مضاد ده الآن باجي هون بكتب ال ا موجب عنده جسم مضاد ايش اللي هو بي ال ا سالب عنده بي وبنحكي قادر على أن ينتج الدي بي موجب عنده ال ا فقط بي سالب عنده ال ا ونحكي قادر أنه ينتج الدي ا بي موجب نحكي لا يوجد ا بي سالب بنحكي ايش قادر د قادر أنه ينتج الدي ال ا موجب بنحكي عنده ال ا وعنده ال ب فقط ال ا سالب عنده ال ا وعنده ال ب وقادر أنه ينتج ايش الدي ركز معاي الآن يال تعال الآن أنا بدي أخذ هذا المولد أول شيء، أشتغل مولد مولد، أشتغل حسب نظام A, B أو أول شيء مولدات ضد A والB، بعدين أشتغل على D، تمام؟ واحدة واحدة عشان تفهم، الأه، بدي أشوف مين ما عنده أجسام مضادة، أيش؟ مين ما عنده أجسام مضادة، أيه؟ بزبط أنه يأخذ منه هاي الأه، إذن يأتي هون، هذا أيه، ما عنده، هذا بزبط، هذا بزبط، هذا ما بزبط، عنده أيه، ها عنده أيه، ما بزبط ها ما عنده، فبيزبط، ها ما عنده، فبيزبط، ها عنده أيه، ما بزبط، عنده أيه، ما بزبط آه، كم واحد زبط إذا نقلته بس مولد الضد إيش؟ إيه؟ زبط معي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حلو الآن بدي أرجع أشوف مولد الضد مين؟ الـ D، الـ D، مين عنده دي؟ جسم مضاد، ما بقدر يستقبل تعال علي زبطه معك، الأربعة هلوان، هذا ما عنده دي، إذن بزبط هذا قادر يكون D، وبالتالي ما بزبط، هذا ما عنده دي، إذن بزبط، هذا قادر يكون D، ما بزبط وبناء عليه صار عندي جواب واحد، شوه الجواب؟ هذا الشخص اللي هو الـ A موجب، بقدر يعطي بس الـ A موجب، وبقدر يعطي الـ A B موجب، غير هيك ما بقدر يعطي ناس من هاي الفصائد الـ A موجب بقدر يعطي، الـ A موجب زيه، والـ A B موجب، تمام، طب لو أعطي الـ A سالب، بيكون له أجسام مضادة من نوع D، جميل، طيب، بيجي طالب بقلك أنا مفهمت، عيد لي يا هاي أستاذ رسالب، بقول له تعال عليكم فصائل الدم اللي عنا شو هي؟ عندي فاصيلة الدم الـ A B، وفاصيلة الدم E O، وعندي الـ A وعندي الـ B، صح؟ صح الآن أنا بدي أعمل نقل خلايا، هذا اسمه مخطط، نقل خلايا الدم الـ O، فيش عنده ولا مولد ضد، لا A ولا B، هذا الـ O لا يمتلك، لا A ولا B، فبقدر يعطي أي واحد إيش؟ خلايا دم، إذن هذا معطي عام، ليش؟ لأنه لا يمتلك مولدي الضد، لا A ولا B، هذا مخطط نقل خلايا الدم حسب نظام الـ A، B، O، لأنه ما عنده مولدات الضد لا A ولا B، بعطيه، حس هذا الأخ اللي هون عنده جسم مضاد B، وهذا الأخ عنده جسم مضاد A، صح؟ صح الآن إذا نقلت من الـ A للـ B، هيك، أو من الـ B للـ A، خطأ، طلعا كيف X خطأ، لأنه إذا الـ A عنده مولد ضد A، إذا بعطيه لفصيل الدم B، هذا عنده جسم مضاد A، بيهاجمها، والعكسه إيش؟ صحيح، والعكسه صحيح، تمام؟ تمام، نيجي نكمل، الـ A، B لا يمتلك أجسام مضاد، ده بنحكي عنه مستقبل عام، لأنه لا يمتلك جسم مضاد A أو B، وصلت له؟ وبالتالي بيقدر يستقبل من الـ A، بيقدر برضو يستقبل من الـ B، وأيضا يا إخواني، كل واحد فيهم بيقدر يعطي نفسه، كل واحد فيهم بيقدر يعطي إيش؟ نفسه، كل واحد فيهم بيقدر يعطي نفسه، لا، إذن بناءا على هذا المخطط اللي عملناه الآن هون، بقدر أنا أحكي الـ A-B، الـ A، الـ B، الـ O حصائل ده من المتبرعين الملائمة، بأخذ من الـ A-B، وبأخذ من الـ A، وبأخذ من الـ B، وبأخذ من الـ O، الـ O بأخذش إلا من الـ O، الـ B بتأخذ من الـ O وبتأخذ من الـ B، الـ A بتأخذ من الـ O وبتأخذ من الـ A، كيف المخطط ها؟ عملناه مخطط، عملناه جدول، عملناه بكل طرق فن الأحياء يا إخواني، نلعب لك في المادة لعب قاعدين إحنا، ما نضياش وقتك قاعدين، تمام؟ ارجع هون، الـ A-B بأخذ من الكل، من الأربع فصائل، من الـ O، والـ B، والـ A، والـ A-B، الـ O بأخذش إلا من نفسه، هذا في نقل مين؟ الخلايا، هذا لنقل الخلايا، هذا نقل الخلايا، تمام؟ تمام، طيب، تعال اعمل لي مخطط يا أستاذ أسامة، ها، مخطط، النقل بلازمة الدم، ولكن حسب نظام الـ A-B-O، فقط، أوكيز، حاضرين، تيجي هون، هاي الـ A-B، هاي الـ A، نفس المخطط، تقدي شوية، بس فيه اختلاف رح يصير، شو الاختلاف؟ تعال لاحظ معي، الـ A-B سالب، إذا بدي أنقل إله بلازمة، هذا الشخص عنده جسم مضاد A-B، وهذا عنده جسم مضاد A، وهذا عنده جسم مضاد B، وهذا لا يوجد أجسام مضادة، لا A ولا B، A أو B، فإذا بدي أنقل بلازمة، إذا نقلت من الـ O للـ A-B، دمرت الدنيا، الأجسام مضادة A و B، هاي بتهاجم وولدتها ضد الـ A و B، فهذا الكلام مش صح، ما بيصبط، طب شو اللي بيصبط؟ أنقل بهذا الاتجاه، وأنقل بهذا الاتجاه، وأنقل بهذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه، وأيضاً كل واحد بيعطي مين؟ بيعطي حاله، كل واحد بيعطي مين؟ بيعطي حاله، لاحظ، لاحظ الفرق الآن بين المخططين، الفرق بين المخططين، ارجع أرسمه مرات ثانية وسأسامة بسرعة، حاضر صديقي، طلع لي هون عندي A B، عندي O B A، عندي A B O A B اوكي ركز معاي الآن يا عزيزي يلا إذا أنا نقلت لك بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه أو نقلت لك هيك هيكز هيكز هيك هيه حلو حلو تيجي بتقول لي كونك أنت نقلت بهذه الحركيات يا أستاذ السامة الأو تحت أعطى الكل معناته هذا نقل خلايا الأو استقرر من الكل إذن نقل بلازمة ولا تنسى أنه كل واحد بعطي مين بعطي حاله كل واحد بعطي حاله تمام وكيف أنا معك هسا يوم ادعي حاب تحفظهم احفظهم عم السكرين حاب تحفظهم احفظهم حاب تشتغل زي ما علبتك قبل شوي نفس الكلام برضو اشتغل هون تمام زي هير اشتغل شو اللي بناسبك اعمله طيب تعال نحل السؤال على نقل مين نقل البلازمة فاصل وانواصل حبايبي الآن سؤال عن نقل هيش البلازمة طلع لي هون انا هاي المتبرع تابعي دمه او سالب والمستقبل دمه ايه موجب ايجي قل لك السؤال ايش هيك اوكي ايجي قل لك هون يا عزيزي نقل بلازمة الدم شو يعني نقل بلازمة الدم بايش دهتم المتبرع شو بدي ااخذ منه بلازمة البلازمة ايش فيها جسم مضاد بكتب هون انواع الجسم المضاد عنده بدي ابعثها لانواع مين مولدات الضد اللي عند الاخ اللي هون هذا الشخص دمه ايه سالب شو عنده ايجي سام مضاد ده عنده جسم مضاد بيه فقط وبنحكي هون قادر على تكوين جسم مضاد دي متى عنده نقل خلايا موجبة له طب انت نقلت له خلايا موجبة لا مرأته ما عنده إلا نوع واحد شوه هو عنده بس جسم مضاد بيه يا سلام عليكم الان باجي هون شخص ايه موجب عنده مولد الضد ا فاصلة دي لانه موجب الان لما اجي انا ااخذ هاي البي ابعثها لهون هل في لها اجسم مضاد ام ولد ضد عفوا هذا جسم مضاد بيه بدي روح يهاجم ما بيلقاش ولد ضد ايش بيه وبالتالي هذا النقل ايش صح هذا النقل صح ليش لان المتبرع اعطى المستقبل المتبرع اعطاهم والجسم مضاد بيه المستقبل لا يمتلك اجسام مولدات ضد لا يمتلك اجسام ما عني بلشتها اوكي وانا بنحكي لا يمتلك مولد ضد بيه وبالتالي الجسم مضاد هاض لما ييجي لهون ما بيقدر يلاقي ايش يهاجمه وبالتالي النقل ايش هون صحيح طيب اذا كان عندي الدم ايه موجة اوكي اوكي بدي يعطي بي موجة هون متبرع وهون مستقبل ركز معي وقل لك النقل ايش النقل خلايا يلا ركز نقل خلايا باجي هون خلايا اه شو عنده مولدات الضد لنقل خلايا عنده ايه وعنده دي شو عنده اجسام مضادة عنده ايه فقط فالايه هاي لما تيجي لهون هاي تمسكها وتفجرها فهذا نقل مرفوع اللي بعده عندي متبرع ايه موجة وعندي مستقبل بي برضو موجة وقل لك نقل نفس السؤال بس هو تنقل ايه ايه بلازمة يلا تعال اشتغل نقل بلازمة شو عنده جسم مضادة المتبرع جسم مضاد بي المستقبل لما جبناله بلازمة جبناله اجسام مضادة صح ايه عنده مولد الضد عنده البي وعنده الدي فشايفين هاي لما تيجي هون ماشي بتهاجم مين وعنده الضد فهذا النقل ايه مرفوع هذا النقل ايه مرفوع انتبه لشغلي اخيرا انه حسب النظام العامل الرزيسي الار اتش بالدعيد اعطيتها قبل هيه ماشي خسب نظام العامل الرزيسي الشخص يا بيكون موجب حكينا يا بيكون ايش يا بيكون سالب هذا مشكلتنا احنا في هذا دائما عطل الله ارأة سالب انتبه يولد لا يمتلك ايش الجسم مضاد دي لكنه قادر على انتاجه عنده نقل دم موجب له بتجيب له دم موجب مش بلازمة دم هذا الشخص لا يمتلك ولا يقدر على انتاج مين جسم مضاد دي تمام هيك تمام فاصل وانا واصل حبايبي الطلاب بدنا نحل سؤال وزاري اجا في دورة الفين وثلاثة وعشرين دورة صيفية هذا السؤال بيحكي عن نقل الدم بيحكي عن نقل ايش نقل الدم تعال نقرأ السؤال الى السؤال بيحكيه له تبرع شخص تصيل الدمه بي بوحدتي دم بهدف فصلهما الى مكوناتهما ثم نقلت بعض هذه المكونات الى من يحتاجها اي الارقام في الجدول واحد اثنين ثلاث اربعة تشير الى النقل الصحيح هل هو واحد ام اثنين ام ثلاث ام اربعة طلعت جدول اللي استقبل الدم من هناك سواء خلايا او بلازمة هو نفساء الدم اللي استقبله البلازمة وهو نفساء الدم اللي استقبله الخلايا لان قبل ما نحل احنا بدنا ننتبه انه المتبرع المتبرع عندي في السؤال هون شو دمه بي الان بدي تبرع شغلتين بدي تبرع بخلايا بدي تبرع ببلازمة صح هيك عمل السؤال صح ولا لا حلو الان اذا تبرع بخلايا بده شوف شو عنده مولدات ضد مولدات الضد شو عنده مولدات ضد عنده مولدات ضد بي اما اذا تبرع في بلازمة بده شوف ايش الاجسام المضادة اللي عنده الاجسام المضادة عنده جسم مضاد ايه تمام تمام وبناء عليه لما اجي انا بدي انقل اول شي خلايا يا برج المخطط يا اما بحل شوي شوي تمام تمام تعال نحل شوي شوي الان هذا شو عنده مولد وشو عنده جسم عنده مولد بي وعنده جسم ايه تمام تعالي هون اللي بدي يستقبل خلايا اول شي خلايا بدنا ناخد هاي الخلايا شايف نعطيها للي هون مين ما عنده جسم مضاد لبي بقدر يستقبل هذا عنده جسم مضاد بي ما بقدر يستقبل هذا عنده لا هذا عنده لا هذا عنده اه تمام حيل طب بنيجي الان على البلازمة لما انه ضبط معاي اثنين وثلاث ضبطين لانه هذا ما عنده هذا عنده جسم ايه جسم ايه هذا لا يوجد رقم أربعة ما زبط رقم ثلاث زبط اثنين وثلاث الضبط هذا عنده جسم ايه وهذا عنده ايش لا يوجد فكنقل خلايا زبطوا معي اثنين وثلاث لغاية الآن بنيجي الآن كنقل مين كنقل بلازمة يان كنقل بلازمة احطها بالأحمر هذا عنده أجسام مضادة ايه بدي أشوف مين في نقل بلازمة ما عنده مولدات ايه اثنين ولا ثلاثة هذا عنده مولد ايه وبالتالي ما بيزبط هذا ما عنده هذا عنده مولد ايه مولد بي هل بيزبط معي قاعد اللي هو رقم ايه الرقم ثلاث الرقم ثلاث هو الجوار ليش لأنه لما نقلنا خلايا ها عليها مولد بي جينا هون ما عنده جسم مضاد لبي لما نقلنا بلازمة فيها أجسام مضادة ايه ما عنده مولدات لا مين مولدات لا ايه وبالتالي رقم ثلاث هو اللي ظبط اما رقم اثنين عنده مولد ايه ما بيظبط لاحظ كيف حالينا سؤال وزاري وهو يعتبر من الأسئلة اللي نحكي عنها ثقيلة نوعا ما تعالي الآن نأخذ فاصل ونرجع كالعادة يا سادة بينك أسئلة فن الأحياء هو المرجع الأساسي والشامل والكافي لكل الأسئلة خاصة أسئلة القدرات في سؤال سبعة وخمسين في بنك الأسئلة عن نقل الدم بحكينا السؤال إذا كان الشخص سالب العامل الرزيسي R H سالب لا يمكنه استكبال خلايا دم من متبرع R H موجب نقل خلايا إذا نقلت هيخ خلايا كدي أخذ من هون ايه مولد D هذا الشخص رح ينتج ايه جسم D وبالتالي بصير عندي ايه جسم D مش B بصير عندي رفض مراعي بيقول لك أي الأسباب الآتية هي التي توضح ذلك الأجسام المضادة الموجودة في بلازمة المتبرع تهاجم خلايا دم المستقبل خطأ نقل خلايا ما بأخذ أجسام مضادة من المتبرع مولدات الضد D الموجودة على سطح خلايا دم المستقبل تسبب استجابة خطأ أنا باهتم في الجسم المضاد عند مين؟ عندي المستقبل مش مولد الضد يمكنه استقبال الخلايا ولا أن يحدث استجابة خطأ لا يمكنه إذا نقلنا من هنا خلايا عليها مولد ضد D هذا الشخص ما عنده مولد ضد D وما عنده أجسام بس رح يصير يكونها جسم المستقبل هايه سينتج أجسام مضادة D تهاجم خلايا دم المتبرع لأن على سطوحها مولد ضد D ويعتبر غريب فهذا هو الجواب كان نوع الخيار إيش الخيار D طيب تأخذ السؤال هذا السؤال رقم 60 شخص فصيل الدمه A موجود أي الفصائل الآتريا يمكنه التبرع له ببلازما بدأ جيب منهم ببلازما شو باهتم عنده في نوع المولد مولد ايه؟ مولد D الآن علما جميع هذه الفصائل استقبلت خلايا موجبة سابقا آه يعني باجي A B موجب شو عنده أجسام؟ هذا لا يوجد أجسام عنده O موجب عنده جسم A جسم B B موجب عنده جسم A A سالب عنده جسم A وجسم D الآن إذا هذا الشخص أعطى هذا الشخص الجسم A يهاجم المولد A والجسم D يهاجم المولد D إذا هذا الشخص أعطى هذا الشخص لحظة لحظة أفول 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 هنا خطأ هنا عندنا خطأ اللي هو هذا ما عنده جسم A هذا عنده جسم B جسم B الآن سالب عنده جسم B إذا أعطى هذا الشخص بلازمة الجسم D هو اللي بيهاجم المولد D هذا الشخص B موجب إذا أعطى هذا الشخص الجسم A بيهاجم المولد A هذا الشخص O موجب عنده A و عنده B الجسم A بهاجم مولد ضد D A أفول الجواب رح يكون AB موجب لأنه ما عنده إيش لأنه ما عنده أجسام مضادة فبيقدر أنه يتبرع له طب هيك احنا خلصنا هاي الجزئية اللي كنت محضرها لطلاب 2007 أتمنى أني أكون وفقت في توصيلها هاي سؤال أي استفسار ارجع لي ولا تنسى إذا أنت طالب عندي على وين؟ على البطاقة دايما رقمي 0 27 20 81 56 8 ابعث لي عشان أضيفك على بطاقات 2007 تمام؟ لا تنسى هذا الكلام تمام تمام استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه أطلقوا العافية اعناط م